أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية احتزامها تجديد القيود على المعلومات شديدة السرية وأضف البنتجون أن المراجعة التي استمرت 45 يوما على قلفية أزمة تسريب المعلومات السرية لم ترصد وجود أعطال فنية تحولت أزمة سرية المعلومات إلى كابوس يواجه الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب حارس تسريب المزعوم أدى إلى إلقاء القبض على ملاح جوي في أبريل الماضي وتوجيه التهم له في وقت لاحق بنشر وسائق سرية على تطبيق ديسكورد للتراصل وزارة الدفاع الأمريكية البنتجون أعلنت احتزامها تجديد القيود على المعلومات شديدة السرية خاصة وأن المراجعة التي استمرت 45 يوما لم ترصد وجود عطل فني معين لكن البنتجون قال إن السياسات ومنها المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية في المجالات الحساسة مبهمة وأدت إلى حدوث تفاوت في تطبيقها وقال البنتجون إن التدابير الجديدة تتضمن تعيين رقباء على المعلومات السرية للغاية وإنشاء مكتب جديد للتهديدات النابعة من الداخل وخططا لنظم كشف الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل التي تضم معلومات سرية للغاية ويعتقد بأن تسريب الوسائق التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هو الاختراق الأمني الأخطر منذ نشر أكثر من 700 ألف وصيقة ومقطع مصور ومراسلات دبلوماسية على موقع ويكليكس إلكترونية في عام 2010 وتسعى وزارة الدفاع الأمريكية إلى وضع حد لمحاولات الاختراق الأمني التي قد تتعرض لها في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي يهدد الحفاظ على سرية المعلومات مما يعد تهديدا للأمن القومي الأمريكي